صراحة النهاردة لغاية من دقيقتين مش عارف اكلمكم في ايه عندي 3 حاجات عاوز اكلمكم في ايه عاوز اكلمكم عالبابا شنودة عشان ثنة وعاوز اكلمكم عن عيد الصليب نهاردة عيد الصليب وعاوز اكلمكم عن التجربة عشان حد التجربة فا ايه احتملوا بقى الخلال كل عشر داية اقول حاجة اتكلم الاول عن البابا شنودة لأنه طبعا كلنا فات سنة بسرعة وحسينا أنه أكيد كلنا وحشنا البابا شنود عاوز أتكلم عن فضيلة واحدة طبعا ما أكثر ما قيل وسيقال عن هذا الرجل القديس إنما فرصة نحن نتعلم إحنا مش بنحكي عن الناس دول عشان نتندر يعني لا إحنا بنحكي عشان نتعلم لأن الكتاب بيقول أنظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم فعاوز أكلمكم عن فضيلة كانت واضحة في قدسة البابا شنودة هي التواضع ضمن عدة فضائل التواضع يبان في حاجات كثيرة أولا التواضع يبان في القدرة على الإبتسامة والبشاشة رغم كل الظروف أظن فيه كلمة للقديس أغسطينوس يقول المتواضع لا تفارق الإبتسامة شفتية ممكن نئيس التواضع بالقدرة على الإبتسامة والبشاشة وبالتالي أي وش مؤخذة يعني ملوش في البشاشة يبقى إيه غالبا ملوش في التواضع على الأقل الراجل ده أبونا القديس البابا شنودة كان فعلا بالذات في آخر أيامه بيبتسم وبيتحك ذا الأطفال وفي مواقف كانت تبدو صعبة جدا يعني كان بيحصل أحداث وكان فيه إيهانات شخصية لي وكان فيه تجريح وكان فيه مشاكل ضخمة ومتاعب الخدمة وإرهاق جسدي فوق العادة وأمراض ملهاش آخر من أول ده كاترة أمريكا قاله الراجل ده كان لازم يموت من كذا سن يعني طبيا هو عايش معجزة بقاله كذا سن ومع هذا كان نادرا ما تقابله إلا وتلاقيه مبتسم حتى لو كان فيه قمة تعبه كان بيقدر يبتسم يعني كنا نبقى عارفين أنه متألم جدا لكن ما يحبش يحمل الناس واجعه ده تواضع لأن بالعكس بقى الشخص غير المتواضع يميل للكآبة ويميل للتكشيرة ويميل للشكوى يعني المتكبر أو المشغول بروحه زيادة تلاقوه يشكي كتير يحمل الناس إنما المتواضع مهما كان تعبان يحسس اللي حواليه كله حل كله كويس كله تمام فكانت ابتسام سودي الحقيقة يعني قوة لكل من يقابله مهما كانت الظروف صعب صفة أخرى من صفاته في الاتضاع أنه كان يسمع بإنصاط وكأن اللي بيتكلمه دول بيقوله كلام ضرر وغالبا اللي بنقوله كلام ما بيبقى شي هي بقى كلام إنما المتواضع يزغي وينصد ويسمع باهتمام لأن أحيانا لما يكون حد مليان معلومات وقمة زي سيدنا البابا شنودة يبقى ممكن يعتبر أنه كلام الناس تضيع وقته إنما الحقيقة كان يزغي وكان أظن عمري ما شفته بيقاطح حد وما الأريبين منه كانوا يقولوا يعني لازم يسيب اللقصاد ويخلص كلامه حتى لو اللي بيقوله غلط هنا القدرة على الإصغاء والاستماع بإيجابية دي صفة من صفات المتواضع لأن الشخص المتكبر ما يستحملش يسمع كتير عاوز يتكلم خلاص عاوز يقول إنما كونه يسمع ما عندوش ودان ولا دماغ إنه يسمع برضو صفة أخرى تؤكد التضاع إنه كان لا يتأثر بالمديح فعلا يا ما البابا شنودة كان بيسمع تكريم ومديح وبعض الناس كانت تبالغ وفيه ناس كانت بتبالغ بصدق يعني من قلبها وفيه ناس ممكن كانت تبالغ بدون صدق ومع هذا في كل الأحوال كنا نحس إن البابا شنودة كلام ده ما بيدخلش قلبه وعقله خالص الناس تقول مهما تقول وهو يشوف نفسه ضعيف ويشوف نفسه مقصر ويشوف نفسه وممكن يعترف بكده قدام اللي حوالي كمان كون الواحد ما يتأثرش بكلام المديح دي مش حاجة سهلة فعلا مش سهلة لكن هو كان الكلام ده لا صدى له جواه وكان دايما يستحضر تقصيراته أو يعني تجاوزا بقول كده لكن هو فعلا كإنسان أكيد له ضعفات كان ده هو اللي يشغله وبالتالي كان رجل توة يعني كان رجل تائب بالرغم من عظمته لأن التوبة كلنا عارفين دي صفة ملازمة للقدسين ما فيس قديس بيكبر على التوبة فهو كان دموعه قريبة وكان صلواته لا تخلو من التدرع والتزلل اللي يدل على توضع بجاته صفة أخرى من صفاته كمتواضع أنا بركز على التواضع بس أنه كان يهتم بالنفوس الصغيرة عادة الشخص المشهور المشغول الكبير يهتم بالكبير والكتير أقول ثاني المشغول الكبير المهم يهتم بالكبير أو بالكتير أنما البابا سنود كان ممكن ينسى نفسه مع أطفال وكان ينسى نفسه مع فقير وكان ينسى نفسه في مشكلة خاصة بشخص وشخص لا يعد أن يكون شخص ضمن ملايين يعني له شخصية معروفة ولا مهم لكن كان يديله قلبه ويديله عقله ويركز في موضوعه ويهتم بيه ويحل الإشكال إن أمكن بشكل عملي ده معناه أن الموضوع ما كانس بالنسبة له بريق الملايين اللي بتحبه ولا التسئيف اللي مالوش آخر ولا الهيصة والكرامة لا هو كان في الآخر شخص متواضع يعرف يميل إلى النفوس الكثيرة أو المكسورة ويتشدلها ويهتم بيها وقد يعطيها اهتمام أكثر مما يعطي للبهوات وللأفاض اللي يعني أصد المشهورين وكلام برضو صفة أخرى من صفاته كشخص متواضع أنه كان بيعرف يسكت ويخفي بعض الأسرار الروحية هذا الرجل القديس كان له أسرار روحية كتير إنما لو أنت واحد فيكم مثلا شاف حاجة ولا حصل معه معجزة ولا يعني يقلب الدنيا عشان يخلي العالم كله يسمع بيه إنما البابا شنودة كنا نحس إنه عارف أو شايف أو حاصل معاه بعض الخبرات الروحية اللي ممكن تمجده لو تكلم فيها فما كان سيتكلم عن نفسه ما كانس يحكي الأمور الخاصة اللي ممكن ترفعه أو تمجده لكن يجوز الأيام تكشف بعض هذه الأسرار اللي بيها نعرف إن الرجل ده يعني كان له أسرار كتير مع ربهم من صفاتك متواضع كمان أنه لآخر حياته كان ناسكا ذاهدا يعني إيه ساعات الواحد لما يجبر شوية يعجز يمرض يبتدي يخف على جسده شوية يعني الصوم والنسك والزهد يعني يا ما صام يا ما تعب فممكن يتساهل هو ما كان سيب يتساهل لآخر حياته كان مش متساهل أبدا يمكن لآخر عيد أو عيدين كنا شايفينه واقف بكذا ساعة اللي هو يعني الكهنة الشباب اللي زي حالتنا يعني كنا نعتبر نفسنا الشباب ما نقدرش نقف كمية الساعات اللي بيقفها دي وإحنا عارفين إنه صاحب أمراض وقرب تسعين إنما عسكري جدا واقف قدام المسبح قدام ربنا حتى لو بيحرك رجله بصعوبة جدا وحتى لو يعني آلام شديدة في جسمه إنما باتضاعه يشعر إنه لازم يكمل جهاده للآخر واحد تاني يريح نفسه ويقول يعني ما أنا جهدت كتير وتعبت كتير وقان الأوان ارتاح ما كان سيفكر كذا ما كان سيفكر كده هو الآخر الوقت كان الحقيقة ملتزم بالتزامات اللي التزم بها 40 سنة فضل ملتزم لآخر وقت عاوز يقول وعزة يوم الأربع والآخر عيد عاوز يقف يوم العيد والآخر يوم الصبح عاوز يستقبل الناس أنا فاكر في عيد الميلاد الأخراني ده أن نحن رحنا نسلم عليه وكان باين عليه إرهاق فوق العادي الصبح يوم العيد الصبح لكن التزاماته يعني شديدة واحد شديد مع نفسه جدا ده كل ده طواضع لأنه أي واحد ما عنده طواضع هيتسهل وهي يستحل لنفسه أمور كتيرة لأنها مش غلط يعني لكن هم بيعمل شكرا ويام ناس حواليه حاول تهدي من شدته مع نفسه لكن هو كان متمسك بهذا النسك من صفات سيدنا البابا الشنودة المتواضع التشجيع كان مشجع جدا لكل واحد بيعمل حاجة كويسة مشجع باستفادة والتشجيع ما يطلعش إلا من قلبه متواضح الشخص غير المتواضع عاوز الناس شجعه إنما الشخص المتواضع يسفل عليه تشجيع الآخرين ينسى نفسه ويستفيد في تشجيع الآخرين يعني شون بولس لما يتكلم عن زميله في الخدمة أو تلاميذه يعضي مدحهم ربنا يسوع له كل المجد يشجع تلاميذه ويكبره البابا شنودة كان يشجع اللي حواليه كان يمدحهم ويشجعهم ويشكر فيهم ويعني يذكر لهم ما لهم وهو طبعا يعني محدش فيهم عمل واحد عالميا من اللي هو عمله لكن يركن كل نفسه وحاله ويشجع اللي حواليه كل دي تورينا النعمة اللي كانت علي لأن الكتاب يقول المتواضعون ايه يجدون نعم عجبني أوس أبونا رفائيل أفامينا لما كتب في مجلة الكرازة مقالة معرفش قرطوها ولا لا عن تواضع البابا كرولوس لأن الحياة التواضع ده ثمة أساسية في أي قديس وإحنا يعني في هذا الزمن يعني تمتعنا بأن احنا شفنا البابا كرولوس شفنا البابا شنودة والاتنين كان فيهم تواضع شديد أول وكاتب أبونا رفائيل في القصة اللي حكيها عن البابا كرولوس أنه كان المتنيح أنبأ ساناسيس موترامب بني سويف بيوعظ وكان البابا قاعد يسمع والبابا والأنبأ ساناسيس وعظه حلو يعني أنبأ ساناسيس الظهر شد عن الناس شوية يعني كان بيوبخهم في الوعظة فبعد ما خلص البابا كرولوس بيقول له مالك بس شدد عن الناس كده محد عارف مين فيهم مين الأحسن من مين ما يمكن الناس دول أحسن مننا ده البطرق بيقول له أنبأ ساناسيس إن الشعب يمكن أحسن مننا ما تسدس عليهم قوي كده فابونا رفائيل بيقول أن البابا كرولوس كان داخليا يشعر أنه أقل من كل الناس حتى روحيا يعني ممكن يشوف إن شعبه أحسن منه روحيا وهو قديس إذن التواضع ده حاجة غالية قوي ياريتك طول الصوم إن احنا نجاهد كده نطلع ولو درجة صغيرة قوي يسلم التواضع ده اللي يجعلنا نمتلق نعمة يبقى الواحد مشجع يبقى الواحد بشوش يبقى الواحد عارف ضعفه كويس يبقى الواحد ما يتأثرش بالمديح كل الصفات الحلوة دي هدخل على نمر اتنين أقول حاجة برضو عن عيد الصليب لأنه طبعا إحنا عندنا عيدين كبار للصليب إنما عشان الصوم الكبير اختزلنا العيد في يوم واحد النهاردة لكن العيد التاني بتاع الصليب 17 تود بياخد 3 أيام عشان بتبقى ما فيش صيام فبناخد راحتنا شوي إنما عشان خاطر دايما عشرة برامهات ده بيجي في الصيام فبنزنق روحنا في يوم واحد بس لكن إحنا الصليب بنحب نهياصله ونعيدله جامعة لما بنفتكر الصليب طبعا فيه معاني ملهاش آخر في الصليب لكن عاوز أفكركم بحاجة مهم لأني بلاحظ إن كتير مننا بيتحارب باليأس وصغر النفس أنا صدقوني بحس إن مفيش حاجة تعالج الإحباط واليأس قد الصليب ليه لما شوف إن ربنا حبني لهذه الدرجة هايقس ليه هتدايق من نفسي ليه طب أنا وحش وكل خطي واستهل الهلاك ميت مارش إنما اللي عمله ده بيأكد لي إنه مش هيسبني أهلك كونه ومات ومات على الخشبة واستحمل الزل ده كله فكأنه بيقول لي ما تخافش أنا مسؤول عنك كل خطاياك هشيل ولو غلطت تاني برضو هشيل وهفضل وراك لغاية ما جيبك إذن الصليب علامة الحب إحنا بنفتخر بالصليب وبنفرح به لأنه عاوزين نقول للعالم كله إحنا محبوبين الخبر الحلو اللي عندنا يكمن في الصليب ليه لأنه الناس مش عارفة إنها محبوبة البشر اللي حوالينا دول مش واخدين كله بيعاني من نقص حب كله عماليش هتحب من الناس وكله مش طايل الحب إنما في مصدر حب دخل بأمارة الصليب هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابن الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به زي ما سمع وريجينوس شبكة العروسة يعني عارفين العروسة اللي لسه متجوزة جديدة كل شوية تبص في الخاتم كده أو المخطوبة وطبعا بعد شوية بتندم إنما إنما الكنيسة مش بتندم لأن الكنيسة الشبكة بتاعتها تفضل غالية على طول فإحساس الكنيسة إن المسيح شبكها بصليبه حاجة غالية قوي تعب قوي وضحة جامد وتبهدل وما استخسرش أي مجهود ولا عرق ولا دم في إنه يفديها طبعا حاجة غالية فبداية كده الصليب بيقولك طول الوقت ربنا بيقولك أنا بحبك قوي اللي أنت مش راضي تسمعه ولا تركز فيه ولا تفهمه ولا تستوعبه كفاية إن ربنا على الصليب أو بالصليب بيقول بإلحاح شديد أنا بحبك جدا لكن الواحد فينا فاكر نفسه رخيص وفاكر نفسه ما لهش لازمة وفاكر نفسه محدش بيحبه وفاكر نفسه ما يستهلش الحب ده كل ده مشاعر يعني صغر نفس لكن الحقيقة إيه بقى الحقيقة إنك محبوب وإنك غالي جدا بأمارة الصليب كمان الصليب الآية اللي قالها بولس في أفاس الثلاثة يقول نستطيع تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة كي تمتلئوا إلى كل ملء الله أسناصي سأظن الرسول هو اللي قال حكاية طول وعرض وعمق وعلو ودي كأن بولس بيكلم عن الصليب أنه التعبير بولس معناه يا جماعة محدش لسه أدرك ما وراء الصليب فبيقول أنا بصللكم عشان تدركوا طيب ما احنا عارفين مسيحة صلب وعارفين ومات عشان ومن ساعة ما اتولدنا بنرش من الصليب تدركوا دي غير تعرف تدركوا يعني تستوعب يعني تعرف يعني ربنا ربنا الكبير ده قوي مات عشانك انت بهذه الطريقة ودفع تمن غالي قوي ده الموضوع الكبير تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القدسين كأن القدسين سبقونا في إدراك معنا الصليب يعني اسمعنا موسى الأسود الدسابق ولا البابا كرولوس ولا البابا شنودة ولا ماري مرقص ولا ماري جرجس الناس ده هم بشر يعني إنما فرقهم عننا هم أدركوا ما لم ندركه نحن إنه إنه هم محبوبين قوي وإن المسيح له المجد عمل حاجة كبيرة قوي إحنا لسه ما أدرك نهاش إحنا عارفينها بس ما أدرك مش مستوعبنا عشان كده الموضوع يحتاج إلى تأمل إن الواحد يفكر في الصليب شوية لأن لما تفكر في الصليب الدنيا فعلا تصغر في نظرك وتحس إنك كبير قوي بالربنا إنت كبير بالصليب لأنه ده تمنك أنت وتمنك أنت طلع غالي قوي بنفس المعنى لما النشيد عروس النشيد تقول تحت ظله استهيت وأن أجلس يعني أنا أقعد تحت الصليب كده ومش عاوز أقوم الضلة بتاعته يعني أقعد تحت أو في المزمور لما يقول تحت جناحيه أعتصم كل المعاني دي معنا الواحد بيدف في الصليب يجي تحت الصليب ويقعد كده زي الكتكوت اللي يدخل تحت جناح الفرخ وده تعبير قاله المسيح برضو كم مرة أردت أن أجمع أولادك يا ورشاليم كما تجمع الدجاجة في راخها كان يقصد الصليب ما هو عن الصليب هيعمل إيديه كده عشان يلم الدنيا تحسين فهنا في حتة رايحة مننا نحنا يجوز نكون فقراء روحيا وبنخاف وبننزعج وبنشحة تحب من الناس ومستنين كلمة تسجيع ومخضوضين ومرعوبين ويمكن نقص صليب بقول كده يمكن مش شبعانين يمكن مش مدركين يمكن لو أدركنا هنعيس اللي عاشوا القديسين دول لما بيقول أنا بحني رجبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح كي يعطيكم أن تتأيادوا بالقوة بروحوا في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين إيه الطول وإيه العرض وإيه العمق وإيه العلوم وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة يبقى لسه بقدر عشان كده عايزة طلع بتدريب النهاردة أقول إيه بما أنه إحنا في الصيام ودخلين على الصليب في الآخر في البسخة وبما أن النهاردة عيد الصليب رأيكم أكيد في كل بيت يا في صليب يا في صورة صليب يعني ما ظنش فيه بيت من بيوتنا مفوش يا ما تشتروا من المكتبة صورة ورق فيها صليب إنما خلونا نعمل التدريب اللي كان بيقول أبونا بشوي كامل زمان كتير إن الواحد يقعد تحت الصليب شوية يعني يبقى حطت صورة الصليب قصاده ويقعد تحتها شوية يقعد قصادها تقعد تبص كده وتكلم المسيح اللي على الصليب أنا أقول مش هنعملها كل يوم لأننا عارف إنه لما بقول كل يوم ما بتعملوش حاجة غلب يعني معلش المشغولة خلونا نقول نص ساعة مرتين في الأسبوع نحاول فيها طول الصوم لأنك تجيب صورة للصليب وتقعد تحتها تقول ترتيلة كل يوم تحت صليبك مثلا أو قصة الحب العجيب أو تقعد تكلم ربنا المصلوب أو تقعد تفكر يعني إيه المسيح ربنا ده فيه مسامير في إيده فيه وجع شديد عشاني عشانك ويعني إيه الصليب ده لغى كل الخطايا شال كل حاجة ويقدر يشيل تاني وتالت لسه وإن الصليب ده خلاص كسر الموت كسر فبقاش الموت يخوف مالوش شوكة مبيعورش مبيوجعش الموت خلاص طلع المرارة بتاعت الموت بقى الموت طعمه حل بقى استعموحش زي الأول وإزاي الصليب ده هد الشيطان جرده من كل قوته وكسر شكته برضو كل المعاني دي الواحد لما يقعد يفكر فيها يطلع من القعدة دي حاسس إيه ده أنا ده الموضوع سهل ده الموضوع حل فما يتغلبش من اليأس ولا الإحباط ولا الخوف ولا الألأ ولا كلام اللي بيحاربنا ده معنى نقص صليب معنى أن انت مش عارف إمتك معنى أن انت مش واخد بالك من الشبكة اللي معاك إمت الشبكة اللي معاك دي أغلى من الشمس والأمر والدنيا كلها برضو إذا كنا هنفكر في الصليب طبعا أنا فاكر قلت السادة اللي فاتت أو اللي قبلها ليه الصليب بالذات وطلعنا زورت لخمستاشر سبب لو تذكروا قالوهم القدسين إنما الصليب رأسه في السماء يعني إيه يعني الصليب ده بين الأرض وبين السماء كأن المسيح بيعزمنا على صليبه بيقول إيه تعالوا تعلقوا معايا وأنا أخدكم معايا السماء أنا نزلت الأرض شلت الخطيئة في صليبي تعالوا تصلبوا معايا وأنا الباقي علي أخدكم معايا السماء فإحنا بنبقى عاوزين نتصلب نتصلب بمعنى إيه يعني نموت عن العالم مش عاوزين نعيش للشهوات مش عاوزين نبقى مسكين في الدنيا زيادة عاوزين نتصلب في الصلاة وقفة الصلاة ورفع الإيدي صليب عاوزين نتصلب في الصوم نشد شوية على أكسادنا عاوزين نتصلب في الخدمة نتعب ونتوجع شوية عشان غيرنا ما كل ده شركة آلامه يعني معاني من معاني الصليب في المقابل إيه اللي يشيل صليبه ييجي وراي على السماء من أراد أن يكون لي تلميزا فلينكر نفسه إيه ويحمل صليبه ويدبعني يدبعني يبقى هيمشي ويدخل وراي السماء تعالوا نقول عشان ما تنعسوش إيه قصة الحب العجيب وبعدين ناخد آخر حاجة حد التجربة قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرعيم وهو مصحوق الفؤادي وهو مدروح الجبي قد رواها لي حبيبي سندم الغالي السمين كان بالأمس يقول يصنع الخير العظيم وينادي بالحياة يشفي جرح المتعذين كان حبه عجيبا ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين كان حبه عجيبا ذا لأنه يسوع وقد أحب كل حين قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرعيم وهو مصحوق الفؤادي وهو مدروح الجبي قد رواها لي حبيبي بالدم بينما الحب يقول كان فكر الحاقدين كيف يقتل يسوعا إذ أحب الأتمين حتى تمتهي الرواية قصة الحب السمين حتى يكتب النهاية مات بين المبرمين قصة الحب السمين حتى يكتب النهاية مات بين المبرمين قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرعيم وهو مصحوق الفؤادي وهو مدروح الجبي قد رواها لي حبيبي ضد من الغالي السمين قد أميت الحب ظلمان قد أميت بالصليب منطق الناس تلاشا قد أميت بالصليب يكون ليس حب مثل هذا صادقا دوما حنون قصة الحب العجيبين فاتجلت في الصليم في الصمت الرهيب وهو مسحوق الفؤادي وهو مجروح الجبيل قد رواها لي حبيبي بدم أي حب قد تناهل مثل حبه العجيب أي حب مثل هذا قد بدى عند الصليم كل حب في الوجود نبعه حب يسور كل حب في كياني رده حب يسور كل حب في الوجود نبعه حب يسور قصة الحب العجيبين فاتجلت في الصليم قد رواها لي حبيبي قد رواها لي حبيبي وهو مسحوق الفؤادي وهو مجروح الجبيل قد رواها لي حبيبي بدم الغالثين أكلمكو في الآخر عن التجربة أحب أحد التجربة وكلمة التجربة بالمناسبة مش معناها التجربة يعني الكارثة أو الألم معناها التمتشن هي دي اللي بنقصدها في أبانا اللذي لما بنقوله لا تدخلنا في تجربة نقصد النعدة اللي هي فكرة شطان يضحك علينا ويبعدنا عن ربنا مش بنقوله ابعد عننا الألم لا بنقوله ابعد عننا الشطان الألم لو سمحت بيه هنقبله منك ونقولك سندنا لأن احسبو كل فرح حينما تقعون فيه ألم متنوع تجارب متنوع لكن التجربة هنا نقصد بيها امتحان من الشطان عاوز يبعدنا عن ربنا أو التجربة بمعنى في الإنجليش التمتشن ليه الإغراء تلاحظون ده ربنا سواء اتعرض لثلاث تجارب هم أهم مداخل للشطان في حياة البشر مدخل الأكل والشرب والجسديات والراحة مدخل العظمة والكبرياء مدخل الغنى والفلوس والمقتنيات هم ثلاث مداخل بيغرقوا البشر يا مدخل الأكل والشرب والجسديات اللي هي بتاعت ايه ما تقول للحجارة تبقى خفصة ومدخل العظمة لما قالوا رمي نفسك والملاكة تشيلك والناس تسقف بقى وفتاعة ومدخل المقتنيات وعطيك هذه جميعهم أول ملاحظة عاوزة أقولها لكم الأنجليين لما ذكروا الموعزة التجربة التجربة التانية والتالتة ممكن تلاقي واحد قال دي الأول واحد قال دي تا التالتة قالوا أول تجربة كانت ايه بتاعت الحجارة خفصة كلهم أجمعوا أن هي دي الفكرة الأولانية والأباء بتوع الكنيسة قالوا اللي ما يعرفش يغلب جسده ما يعرفش يغلب حب الفلوس ولا حب العظمة تاني اللي ما يعرفش يضبط جسده ما يعرفش يضبط شهوة المال ليه شهوة العين أو تعظم المعيسة اللي هي العظمة ما يعرفش يا جوز انت بتتحارب بفكرة أنا كبير أنا عظيم أنا أهم كرمتك تعباك ما تخالها أولا تمسك نفسك تضبط بطنك وجسدك يا جوز انت متحارب بالقلق على الفلوس ومهموم على الفلوس والغنى والمقتنات والموضوع ده واخد منك كتير وكأن دي تجربتك أو دي مشكلتك ما تخالها أولا أضبط جسدك عشان كده الكنيسة بتصومنا ليه لأن اللي يصوم مع المسيح كويس يعرف يغلب حتى شهوات الأفكار فكرة العظمة دي شهوة فكر أو شهوة القنية دي حاجة في القلب لكن لازم الأول تغلب الجسد الطمع الجسدي الأكل والشرب والرحم عشان كده ربنا يسأل لما الشيطان عرض عليه يأكل قال له لا مش عاوز من إيدك حاجة هكمل صومي ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان فأول رسالة عاوز أقولها لكم خلينا نبقى أمنة في الصوم شوية لأن ضبط الجسد هيساعدني على ضبط الفكر مش هقدر أمسك دماغي إما كنتش عارف أمسك معدتي مش هيقدر لو أنا منقطع عن الأكل وباكل بحساب يبقى دلوقتي الجولة اللي بعدها أقفل دماغي عن الفكر وأقدر أوقف لساني وأقدر أوقف قلبي لكن لو ما عرفتش أضيق على بطني مش هعرف أضيق على حاجة تاني وعشان كده الكنيسة قالت بداية الجهاد صوم لو صمنا نقدر نعمل الباقي نقدر نرفع مستوى الجهاد إلى ضبط العقل والحواس والكلام تاني رسالة عاوز أقولها لكم في التجربة حكاية إن كنت ابن الله كان الشيطان يجي واشوش المسيح يقول له إيه إن كنت ابن الله ما زال الشيطان هي نفس اللعبة القديمة لغاية دلوقتي يجي في ودانك كده يقولك لو كنت بتاعت ربنا تجد ما كانش سابق جعانة ما كانش سابق تعبانة والمسيح كان تعبان فقال له الملايكة تسيلك أنت تعبان إزاي وانت ابن الله أنت جعان إزاي وانت ابن الله في واحد يبقى أبوه ربنا جعان في واحد يبقى أبوه ربنا مريض في واحد يبقى أبوه ربنا وصيبه محتاج يبقى التجارب كلها غرضها تشككني في البنوة وعشان كده للحد اللي بعده عنوان بقى الأبوة والبنوة قصة الإبن الضال يعني إياك تفقد بنوتك والحد اللي فات أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه يعني الحد اللي فات بيأكد إنك ابن ربنا فيجي السيطان الحد الجاي يقول لك ده منظر ابن ربنا ده بيلعبك في الحتة دي لأن احنا كلنا بيجي لنا صغر نفس صحيح أنا لو ربنا أبويا ما كانش سابني كده لا هو ممكن يسيبك جعان ويسيبك محتاج ويبقى أبوك ربنا ممكن طبعا يعني طبعا المسيح له المجد الإبن الحقيقي المثل الأعلى كان جعان وكان تعبا ومال ده ما يطعردس إنه كونه ابن الله مقصود بيها إيه مش معنى إن ربنا لم يجبع احتياجي المباشر إنه مش أبويا بلاش تشكه مش معنى إن ربنا ما سمعلناش لأننا قاعدين نقول له الحق البلد يا رب ولسه ما استجابش إنه إحنا مش ولاده لا ولاده ولاده ما تسيبوش الشيطان يقول لو كنت ابن الله كان سمع لك لا أنا ابن ربنا وهو يسمع منين ما يسمع يعني هو يشوف مصلحتي أنا اللي هقوله هو اللي عارف أنا مش محتاج الملايكة تسلني وماله لما نزل عالجبل خطو خطو ومش محتاج أكل سريع خليني جعان شوي ومش محتاج كنوز الدنيا خلي الدنيا فقيرة وصعبة وماله بس كفاية علي أننا ابن لله كأن الكنيسة عاوزة تقول لنا غنانة الحقيقي بنوتنا لله أجمل وأغلى حاجة عندنا أن إحنا أولاد ربنا بعد كده نخسر فلوس نخسر صحة نخسر كرامة ما تفرقش صدقوني لو إحنا أولاد ربنا لأن مين في الدنيا يقدر يسرق منك كونك ابن لله يسرقوا فلوسنا ويسرقوا عمرنا لو عاوزين بس يقدروا يسرقوا البنوة يسرقوا إزاي بخاصة بأرواحنا عشان كده المسيح قال ما تخفوش هيعملوا فيكم إيه أخرهم يعني أكساتكم ما يقدرش يعملوا أكتر من كده طيب ما إحنا فاكرين ده أكتر حاجة لا أمس أكتر حاجة أكتر حاجة هي إن إحنا أولاد ربنا دي محاجس يقدر يخدها مننا إلا لو إحنا تنزلنا عنها إلا لو إحنا تشككنا وصدقنا الحية اللي بتقول إيه إن كنت ابن الله إوعى شك مسمعنا إن ربنا تأخر على طلبك تفقد إيمانك إنك ابن لأنت ابن ومحبوب مش معنى إن ربنا ما عملش اللي نفسك فيه تتشككي وتقولي شكله زعلان مني لا مر زعلان ولا حاجة ده أب وبيرب عياله وبيعمل أحسن حاجة على طول فإذن هنا المسيح لو المجد بيورينا مصدروري الدنيا تمشي سهلة عشان تتأكدوا إن انت أولاد ربان ده اللي عاوز أقوله بقى مصدروري الدنيا تمشي سهلة عشان نتأكد إن إحنا أولاد ربان حتى المسيح له كل المجد ما كانتش الدنيا سهلة كان تعبان ونزل على رجليه عالجبل وكان فقير ما حلتوش حاجة في الدنيا وكان جعل لكن إيه يقدر الشيطان يقوله إن كنت ابن الله يقوله زهب عني أشيطان طبعا ابن الله يبقى خلي إيماننا بإن إحنا أولاد ربنا ما يتهزش لمجرد إن الدنيا مش ماشي خليها ما تمسيش ما تفرقش مش هو ده العنوان إن أنا ابن ربنا هما للعنوان إيه العنوان الغفران الحد اللي بعده بقى لما شوف أبويا بياخدني في حضنه وأنا كده رحتي خنزير وبرضه بياخدني في حضنه ويبقى فرحان بيه هذه العنوان بقى يعني إيه هيقبلني وهيسمحني وهيغيرني ويلبسني أحلى هدومه وكل اللي فات مات هذه المهم في حد التجربة كمان فيه كلمة مهمة أو يختم بيها عشان نصلي سوا كلمة مكتوب التلات مرات المسيح له المجد أخطيت زي التلميذ الشاطر بيسمع عشان يعلمنا مسيح بيعلمنا كلمة واحدة مفتاح النصر على الشياطين مكتوب مشكلتنا يا أحباء إن الشيطان بيضحك علينا عشان يا مش عارفين المكتوب يا مش حفظينه يا مش بنراجعه إنما كل ما ييجي يقوله حاجة يقوله مكتوب مكتوب يقوله مش عارف هاي يقوله مكتوب ليس بالخبز واحد طب خد مكتوب للرب إلهك تسجد وأيه واحد تعب مكتوب لا تجرب الرب إلهك كل مرة مكتوب مكتوب يعني الحل في كلمة مكتوب يعني الحل عندك في الكتاب عارفين لما واحد يقول الامتحان صعب مش عارف الإجابة يا ابن ما الحل عندك في الكتاب فيه امتحانات دلوقتي يقول لك open book يعني يدوك الكتاب ويحطه معاك الامتحان ويقول لك يا ناصح غش يعني بيقول لك غش حلال طبعا لانك مش عارف الكتاب ده اوله من اخره ايه فتلاقي نفسك برضو مش عارفت حل يبقى المسكلة انه انا عندي الحل الحل في الكتاب والكتاب عندي بس انا مش مذاكر انا مش عارف فين الحل انا مش عارف لما السيطان يجي يقول لي اخوك بيكرهك لازم تكرهو انا مش عارف اقول له ايه يا ابني افتح الموعزة عالجبل ورد مش عارف لما لقي واحد بيغلط موقفي ايه ادينو يعني اقول النوحس لا لا ما تذاكر ما تذاكر المكتوب لو ذكرت المكتوب تنجح فكأن كل حيا الابليس وكل الخطايا تنهار امام المكتوب عشان كده سمك كتاب نفسه سيف الروح سيف الروح يعني ايه يبطر شياطين يقطع رئاب شياطين كده الشيطان اليأس مكتوب ربنا بيحبيني مش هيسيب نهلك الشيطان الشهوة ان عيشتم للجسد ستموتون ان كنتم بروحتم يتون اعمال الجسد ستحيون الشيطان مش عارف الفلوس لا تقدرون ان تعبدوا الله والمال مكتوب الشيطان العظمة المسيح اول ما قاله مين الاعظم جاب عيل صغير وقال ارجعوا خليكو زعيال اللي عاوز يبقى اعظم الكل يبقى خدام للكل مكتوب كله في المكتوب يبقى عشان كده كنيسة طول الصوم بتقول يلا نذاكر اللي عاوز يستفيد من الصوم يمسك نفسه عن الاكل شوية والشرب يزود صلة ويزود المكتوب بس خلاص يتغير على طول يطلع من الصوم ده فارق تمام ينزل كده مليان نعمة ويبقى الشيطان صغير جنب مش عارف يدخله ليه مين ما يجي له هيلاقيه صايم وبيصلي وبيذاكر خلاص هيدخله ازاي ده بقى فكنستنا عوزينا طول الوقت نقول يا النادي على ربنا وفي وضع الصوم يعني مش مركزين مع اكسادنا قوي ودمغنا مشغولة بالمكتوب كده ولا شهوة ولا خطيئة ولا طمع ولا غيرة ولا ادانة ولا حاجة تقدر تدخل دماغنا ونتمتع فعلا بالبنوة يبقى لما تطلع مننا ابانا اللازي تطلع كده اغنية جميلة تعارفين مرد الانجيل كل مرة كل اسبوع نقول جيبنيوت هابانا اللات بنغني يعني ناس ريئة بقى وقاعدين مع ابوهم ومبسوطين ادخل مغدعك وصلي لابوك وابوك اللازي يرى في الخفاء يجازيك على الانجيلة وحاجة عز كده فاحنا في شهر العسل ده بنتمتع بربنا كأب بس اللي معطلنا واللي منغص علينا البعيد اللي اسمه الشطان ده طب الشطان ده حلو ايه حلو المكتوب فلو ذكرنا شوية هنلاقي ان احنا مش منغص علينا عاشتنا ولا حاك ده كان ايه يعني يعني ملوش تأس